يصر المسؤولون والعمال في شنجيان على أن صناعة القطن لا تستغل العمل القصري وسط مزاع مستمرة وذات نوايا سيئة من الغرب وقالوا أنهم يريدون أن يجعلوا صوتهم مسموعا من قبل الجميع أود أن أقول إن ما يسمى بالإبادة الجمعية والعمل القصري غير موجودة في شنجيان فلو واقع أن شنجيان حريصة على ضمانه القرى الإنسان للجميع وإذا أسترعد معكمة مهور المزعومة على منه في طريقها الخاص نود أن نعبر عن إدانتنا الشديدة ومعرضاتنا ونجبر إلى اتخاذ تدبير مدادة ومماثلة الصين تحتم بحقوق ومصالح أعمال البلاد إن قانون الصينية يوضح عدم تسمح مع أي نوع من العمل القصري إن أجهزة ينفذ القانون مساعدة دائما لفرض إجراءات دائما أي انتهاك إذا حدث شنجيان شأنها مثل أي أماكن أخرى في احترام قانون الصيني والمنطقة تسعى أولا لحماية مصالح العمال وتحقيق رفاهيتهم وتفعل كل شيء على أساس احترام رغبات العمال وحقوقهم الشخصية منذ ظهور شائعات العمل القصري المغرضة يضحظ السكان المحليون في شنجيان هذه المزاعم حيث أخبر الكثير منهم قصص حياتهم مشيرين إلى التحسن الذي طرع على سبل معيشتهم بشكل عام وهناك من جاء من جنوب شنجيان إلى بكين لسرد طبيعة وتجربة عمله بالتفاصيل عندما تقدمت بطلب للحصول على هذا العمل في عام 2016 أخبرني المدير بشأن الأجرى والأطلات وكلما كنت بحاجة إلى معرفته وقد فكرت بشكل جيد في الفوائد قبل قرار قابول العمل وكنت راعي غنم من قبل الحصول على هذا العمل ومنذ بدء العمل أصبح بإمكاني وزوجتي كسب ثمانية آلاف يون سيني شهريا وأنا متمسك بعمري هذا وآمن شراء شقة قريبة من شركتنا في يوم من الأيام فرض الغرب أو كبات على شركتنا وليس لدي سيء الغضب إزاء ذلك لأنه يدر بإرباحنا وفوائدنا لم يقتصر الحديث على الفلاحين المحليين الذين يزرعون القطن والعمال في مجال صناعة النسيج فحسب بل قال المسؤولون أن سكان شنجيان المحليين الذين يختارون السفر والعمل في أجزاء أخرى من إحاء الصين غاضبون أيضا من اتهامات العمل القصري قائدين أنهم يتنقلون بإرادتهم المستقلة من أجل البحث عن حياة وآفاق أفضل